ولكن يعني نناقش قضايا أخرى أسباب مصدرها الأب 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 الذي يمحو تماما شخصية الأم ويلغي دوره في أباء كده الأم ما يبقاش لها حضور ولا قيمة أب عدواني أب ديكتاتوري أب متصلت هذه مسألة تؤثر على نفسية الأبناء وبالتالي بالأساس تؤثر على نفسية الأمهات تتأثر نفسية الطفل كثيرا حينما يرى أبا وهو يشتم أمه ويضربه أمامه الشتيمة والضرب داخل البيوت هذه دعوة لكل الناس دعوة لكلنا لكل من يشاهد وكل من يتفاعل معنا اليوم ومع هذا البرنامج ومع أبناء الغد أنه لا يجوز على الإطلاق أن تسود الأسرة المسلمة هذه الألفاظ وهذه الأمور هذا الأمر أمر مرفوض تماما وإذا فتحنا مجال الحديث والمكالمات حول هذه القضية سنسمع آلاف وملايين الإتصالات حول هذا المحور الخطير الطفل الذي يكتشف أن أباه يجذب قوله فلان مش موجود وبعدين تاني يوم يقوله أوه تجذب على الناس الكذب حرام الكذب مش عارقه تاني يوم تلاقيه بيقوله فلان بيسأل عليك يا بابا يقوله مش هنا هنا تغرس أو الأليات الكذب فالولد لما يكبر ويبدأ يجذب عليك كنت فين كنت بره مع أصحابي أنا كنت في المكان الفلاني ما تزعلش لأن انت اللي حطيت هذا الغرس ورسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يكون المؤمن أو المسلم كذاب نهائيا لا يكون المسلم أو المؤمن كذاب على الإطلاق وبالتالي المؤثر الذي يتأثر به الطفل في هذا المشهد أنه يفقد احترامه لأبيه على طول فيش احترام للأب ويبدأ الطفل في المعاناة والصراع مع نفسه في هذا المشهد الإنساني اللي يعني يطرى أقولي للصدق ولا أجذب طبعا هذه مسألة ينبغي أن يربى الأبناء على قول الصدق ينبغي أن يربى الأبناء على قول الصدق ينبغي أن يربى الأبناء على أن يقولوا الصدق ولا يجذبه انشغال الأب الزائد بعمله وعدم تخصيص وقت كافي للجلوس مع الطفل والاهتمام به مشكلة كبيرة خالص انشغال الأباء بلقمة العيش انشغال الأباء بالصفر انشغال الأباء بالابتعاد عن البيت لوقته طويل يعاني منها الكثير ويدفع ثمن هذه المعاناة الأبناء فراغ وجداني لدى الأبناء معاناة في غاية الخطورة لدى الأبناء مفيش قدوة مفيش رمز وبالتالي هذه دعوة لكل أب ولكل أم دعوة للأباء في هذا المشهد لان احنا بنتكلم عن المحور الخاص بالأباء انه يقضي جزء من وقته يلعب مع أولاده ويلهو مع أولاده يلعب معهم داخل البيت أو خارج البيت ان تسنى له وكتير من الأسر عندهاش لمكان في الخارج تقضي فيه وقت وبالتالي مفيش المكان اللي هم عايشين فيه إذا تيسر نادي إذا تيسر ساحة إذا تيسر مكان مركز شباب إذا تيسر أي مكان للخروج الناس اللي في القرى يخرجوا إلى الحقول يخرجوا إلى المتنزهات يبقى ده شيء رائع وشيء مهم ينبغي أن نسعى إليه جميعاً هجر الأب لأسرته نتيجة سفره في الخارج مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة الهجرة وطرق الأبناء في محيط الأمهات أو الأجداد أو حتى الأقرباء وفيه أحياناً بنلاقي نتيجة البحث عن لقمة العيش أب وأم بسفروا وبسيبوا عيالهم في قلب في دولتهم يعني اللي بيسفروا منها لأن الولاد في الجامعة وما ينفعش يروحوا معاهم أو يسفروا معاهم أو الولاد في مرحلة في الإعدادية أو الولاد دخلوا المدارس خلاص وما ينفعش يتنقلوا هذا المشهد الخطير جداً يؤثر على نفسية الأبناء الولد لن يجد من يتعاطف ويحن عليه لا يجد من يوجهه في مرحلة التوجيه والتربية الحقيقية وذات إذا كان في مرحلة المراهقة لا يجد من يراقبه رقابة تربوية لا يجد من يستمع إليه حتى يحل له مشاكله وبالتالي تبقى مشكلة في غاية الخطورة أن المثل الأعلى المعلم والمربي والقدوة يبعد عن دوره ويبعد عن أداء هذا الدور طبعاً موضوع الهجرة هجرة الأباء ضريبة يدفعها الأبناء أو سفر الأباء إلى الخارج ضريبة يدفعها الأبناء هذا موضوع من موضوعات التي تعالج في سلسلة التربية الوالدية أعاود وأكرر ما بدأته في حديثي في هذا البرنامج الطيب وهذه القناة المباركة أسأل الله عز وجل أن يكون كل ما نناقشه ونتناوله مع حضراتكم في هذا اللقاء ويتناوله باقي زملائنا في بقية الأسبوع يكون كله في سياق ما نعنيه من قضايانا حتى يتحقق لدينا جيل لديه من الوضوح ولديه من الفهم ولديه من الواعي ما يجعله قادر على مواجهة تحديات المستقبل ولديه القدرة على أن يعي ما يقال له ترجمة نانسي قنقر